السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأوفياء مرحبا بكم في هذا المقطع والذي سنعود بكم من خلاله إلى النزال الناري الذي جمع بنا المقاتل المغربي نابيل حريولي وخصمه الجزائري يوسف أقدادر قبل الدخول في مجريات هذا النزال أتمنى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد كما أتمنى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لنستمر دائما في نشر المزيد إن شاء الله نابيل حريولي وصاحب القفازات الحمراء فيما خصمه الجزائري وصاحب القفازات الزرقاء نابيل دخل يعني بدرباته القوية كما هو معتاد شوف 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 واو وهو لقطة جميلة بوم بوم نشوفها يعني بسرعة يا سلام يعني نحن نعرفه عن النزالات التي تكون مبين مقاتلين مغاربة وآخرون من الجزائري يعني تكون مباراة مقابلات عفوا دائما قوية اوه هنا سيكون احتساب واحد اثنين ثلاثة يعني يوسف استطع باش يتمم النزال يعني صراحة عن يوسف آآ ولو انه يتلقى ضربات قوية من نابيل الا انه يعني استطع باش يتمم الجولة الاولى فنشوف شنا يوقع في الجولة التانية بوم واو 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 نبي لما شاء الله ينطلق دائما كالسهم ما كيت تراجعش يعني الخلف مقاتل الجزائري لاحظت فيه انه يعني يصبر كما تنقل تهز الدربة برافو عليه صراحة لانه استطاع بش يعني الحد الان استطاع بش ما يخسرش بالضربة القاضية ضد الاسد المغربي نبيل حريولي فهذا في حد ذاته يعني مقدره نقوله انه حقق نتيجة ايجابية حتى يلا خسر يعني حتى فالة ما يلا خسر فاشتخسر ضد نبيل حريولي بالطريقة فصراحة عندك عندك ما تقول برافو نبيل برافو كذلك حتى للمقاتل يوسف اقدادر هكذا اذا انتهى النزال لصالح المقاتل المغربي ابن مدينة تازى نبيل حريولي الى هنا نصل لنهاية هذا المقطع نلتقي ان شاء الله في مقطع جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم دائما كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته